بالنسبة لي انا هذه الدرجة التي تشوفوا معي الأولى كنت تخليت في العلو ديالي 26 سنتيم علاج هذه 10 سنتيم كلها دخلت لي في العلو ديال الفورمة و ديال الزليج باش بقت فيها هي 16 سنتيم فقط السلام عليكم كيف الأحوال نتمنى تكونوا بخير و بالاخير بزاف ديال إخوان كيف يوصلوا لمرحلة ديال تسميم ديال الدرجة دياله كيف يحتروا و كيف يدرخوا و خصوصا انه هم كتكون عندهم موحد المعلومات اللي يقدروا يتناقشوا فيها مع المهندس و المقاول دياله ولكن ما تخافوش في هذا الفيديو غاد نشرح لكم كل شي غاد نقربكم من احسن مكان اللي تقدروا تديروا في الدرج ديالكم و غاد نعرفكم على الأنواع ديال الدرج و على القياسات اللي تقدروا تديروا فيهم و ايضا غاد نعطيكم الطريقة الصحيحة اللي تقدروا تصميم بها الدرج ديالكم بحيث انهم يجيوكم مرتاحين و في نفس الوقت لا يحضروا لكم شو هاد نساحة كبيرة من المنزل ديالكم هالفيديو غاد يكون مهم بزاد ضروري تشوفوه و تتابعوه الى الآخر ولكن قبل ما نبدأ و كما نطلبكم دائما و باش ما تنسوش غاد نعملوا واحد اللايك اول حاجة غاد نبدأ معكم هنعطيكم بعض المعلومات اللي ضروري غاد تكونوا عارفينها قبل ما تصموا الدرج ديالكم هاد المرحلة هذه اللولة غاد تكون نظرية من بعد عندوزن اكمل مرحلة ديال التطبيق يعني المرحلة الامالية باش نزيد هذه المعلومات اللي اعتصلكم في اللولة نزيد نوضحها لكم و تشوفوها بعينكم و غاد تفهمو اكتر اول نقطة غاد نبدأ لكم بها هي المكان اللي ندرو فيه الدرج ديالنا كما كتعرفوا المنزل ديالنا اما كتكون عندو واجهة وحدة اما كيكونوا عندو جوج واجهات وبتالي اما كتكون عندنا واجهة وحدة و كاندرو الدرج ديال منزل هادك الواجهة كنتcriptح لهات الكاملة واحتفى البحالة المعنى ان الوافد دية الدرج كنتستغل لهات الرجون جيد للسلق و يكونوا عندنا جميع الاركان ديال منزل عندو منافذة لخارج الا لهم اذا الحمامات صحتوا المعنى لهم الوافد على الطلع هذه الدرج هلنع هنا الأخوان اللي سيقولوا لي هذا الحال الذي سيصلواني tenorاج غاد يتذبحون جذدي جمعيه Smokey سوف نسقف الدروج في الطابق النهائي سوف نسقفه غير بالزاج و هذه الدروج نستغل الواجهات المنزل لنا و في نفس الوقت الدروج جاءنا ضاوية النقطة الثانية هي بعض القياسات يجب أن تكونوا عارفينهم لذلك الدروج يأتيون مرتاحين أول قياس هو العلو كونت خمخش أو ما يسمى بالقائن العلو كونت خمخش يكون بين 15 حتى 17 يعني فوق 17 حتى لا تفوتوهاش لأن في هذه الحالة سوف يأتيكم عدبين و سوف يأتيكم عاليا و أحسن قياس ممتاز 16 سنتيمتر أما بالنسبة للقياس كونت خمخش فالقياس اللي يكون مزيان بين 27 حتى 30 و الحد الأقصى 32 سنتيمتر هذه القياسات مهم أنكم تكونوا عارفينها هذا سوف نقول لكم الطريقة اللي نقدرون نعرف بها شحل عجينة من درجة في كل طبق ولكن باش تعرفوا كل طبق شحل عجينة فيه من درجة سوف ندرون كمثال العلو اللي الأغلب يدي الإخوان كي يدرونه هو 3 متر إذن سوف نشدو هذه 3 متر سوف نزيدو عليها 20 سنتيمتر لجدال الضالة دينا دي السقف السمك دي السقف فالقياس اللي لنا هي 3 متر يعني هي 320 سنتيمتر قسموها على 16 سنتيمتر لماذا قسمنا على 16 سنتيمتر هذا 16 سنتيمتر هو اللي سوف ندرونه في العلو ديال الدرجة شحل عجينة من درجة هنا إذا ادرنا عملية حسابية سوف نزيدو 20 إذن في الطبق دينا سوف نكون عدنا 20 درجة المهم ماذا عرفنا بأننا عدنا 20 درجة هم اللي سوف نحصلون في الطبق الأول دينا إذا نضع 20 درجة كيف سوف نضعها؟ لدينا عدة طرق و عدة أنواع لنخدمهم في درجة دينا الطريقة الأولى هي 20 درجة نضعها كاملة طويلة كما ترون معي هنا في الصورة يعني لا يوجد فيها هذه الدورات بالنسبة للنوع ديال الدرجة لا ننصحكم بطبيعة الحال لأنه يأخذ نوع المساحة كبيرة من المنزل دينا سوف نعطيكم مثال يعني هذه الدرجة نضعهم ضروري نضعهم في واحد الكاخة واحد المساحة معينة هذه المساحة يكون فيها الطول و العرض بالنسبة للنوع الدرجة سوف يأتي كبير والطول يكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 20 درجة و كل درجة قلنا عندي فيها 30 سنتيم إذا 20 درجة نضربها في 30 سنتيم كل درجة فيها 30 سنتيم إذا 20 درجة نضربها في 30 ما حال سوف نعطينا؟ سوف نعطينا 6 متر إذا هذه الكاخة ديال الدرجة سوف نقوم بها 6 متر و في هذه الحالة سوف تكون واحد المساحة كبيرة و كان نوع ثاني ديال الدرجة وهذا هو اللي نصحكم به هذه 20 درجة اللي لقناها لا نقوم بها كاملة في الطول لا نأخذ منها 11 درجة كما تشوفوا معي هنا في الصورة كنتظروا بهم و كنتظروا واحد البالية و واحد الاستراحة و كنتظروا يعني لا نبقوا بهم كامل في الطول المهم هذه كانوا أذكار لديكم غير نظرية قررتكم منهم اخذتوا بعض المعلومات يعني عندكم واحد الفكرة سوف نضرب معي و سوف نعطيكم الدرجة لمنزل و هذه المعلومات كاملة سوف نشرح لكم مباشرة سوف نشاهدها بعينكم لكي تفهموا أكثر المهم اول حاجة سوف نقوم بها كما تشوفوا معي بالنسبة للطروج اراني درتم وسط المنزل يعني ما درتم شو الواجهة لان كما تعرفوا عندي واجهة واحدة لكي نستخدمها جيدا و دابا بديت لكم كنوريكم كيف حال العرض الكخة للطروج بالنسبة للطروج العرض للطروج عندي فيها 110 و هذا المساحة المساحة التي ستكون هنا في كين هذا الباب الحمام سيكون في حتى هي 110 لماذا؟ لان في كين يدور عندي الدرج كما تشوفون معي هذه الدرج دائرين يعني نفس القياس الذي كنا هنا سوف يكون هنا يعني مقصوم على جوج لكن هذا الوسطاني لديه 20 سنتيمتر يعني اذا نريد أن نعرف ما في العرض الكخة للطروج لديها 110 و 110 هي 120 20 سنتيمتر و زيادة 20 سنتيمتر ديال الوسط كما هي 140 هو ما في الكخة ديال الدرج في العرض بالنسبة للطروج لديه 16 سنتيمتر وبالنسبة للطروج الزطمة لديها 30 سنتيمتر الأخوان واحدة نقطة مهمة اردوا للطروج بالنسبة للطروج كما تعرفون طبعا الحال الدرج كان بنيه باقي ما درنا والزليج للأرض وبالتالي هذه الدرجة اللولانية لديها لديها 16 سنتيمتر فقط لا لديها 16 سنتيمتر زائد لعلو الفورمة والزليج التي سيأتي في الأرض لأن عندما ضربنا حسبنا و دعونا البلاصفين سيكون لدينا الفورمة و يكون لدينا الزليج و من بعد عجز و عمرنا الفورمة وسيكون لدينا مشكلة و هذه الدرجة اللولانية ستكون حانة بالمقارنة مع باقي الدرجات سأعطيكم مثال لكي تفهموا أكثر بالنسبة لي لأنا هذه الدرجة التي ترى معي كنت تخليط في العلو 10 سنتيم كلها دخلت في العلو الفورمة والزليج لكي تبقى 16 سنتيم فقط ما حسبت لكم قبل عدد الدرجة التي سيكون لدينا في هذا الطابق هو 20 درجة العلو السقف 30 متر ستعلي 20 سنتيمتر السمك الضالة الفقانية و شحل قلنا 320 سنتيمتر قسمتها 16 سنتيمتر لأن العلو درجة 16 سنتيمتر إذا قمت بعمل حسابية 20 درجة و كما قلت لكم قبل النوع الدرجة المزيدة ليست بشكل طولي يعني هذه 20 درجة كمنا نقوم بشكل طولي لا التي يكون مقصومين و فيهم الدورات أنا سأخبركم الطريقة التي خدمتم بها بالنسبة للدرجة درجة درجة 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 15 10 20 10 10 10 10 10 12 30 30 سنتيم. إذن هذه 30 سنتيمترا ضربها في عشرة حالة 300 سنتيمترا هي 3 مترا هذه 3 مترا سنزيد لها 1 مترا هذه الاستراحة يعني العمق أو الطول الكاخة تدرج عندي كاملة هي 4 مترا إذا كنت تدرجت 20 درجة كاملة بشكل طولي بالطبع الحرارة سنعيد هذا الطول في 6 مترا كما رأيت معي هذه البلية الأولى سنضروا سنضروا 8 درجات كما أرى ونضروا بلية أخرى وكينا 5 درجات وكينا بلية أخرى وكينا 8 درجات وكينا بلية أخرى وهنا سال الطبق إذا حسنتوا معي هذه الدرجة الأخيرة وكينا بلية أخرى ستجدوا 10 درجات الأخرى يعني 10 درجات الأخرى هي 20 درجة في الطبق الأول وكينا بلية أخرى ستجدوا 10 درجة وكينا بلية أخرى سأقول لكم هذه الدرجة التي ترى تحتاجها إلى المدخل هذه هي الكمالة 10 يعني 10 درجة وكينا 10 درجة الأخرى وكينا بلية أخرى هي بالنسبة لها الدرجة الأخيرة التي تكون في النهاية في الطبق أو في النهاية في السطح وكينا بلية أخرى بالنسبة لكم بطبيعة الحال بطبيعة الحالة لا يقوم بها 16 سنتيمترا بطبيعة الحالة لأن هذا الطبق سيكون بلا زليج وفي فورما بطبيعة الحالة سيأتي عمار ويقوم بطبيعة الحالة ويقوم بطبيعة الحالة بطبيعة الحالة لذلك ينقص من هذه المعلمة الأولى سيأخذ لكم الفورما كما قلت لكم الفورما أخذت لي 10 سنتيمترا بالتالي في الأول من المنى هذه الدرجة تحتاجها إلى 6 سنتيمترا وعمر المعلمة الزليج عادة 16 سنتيمترا كما ترى معي هنا المهم هذا بطبيعة الحالة كل شيء يشرحنا كل شيء بينا أعطيكم ما هو نظري من بعد أن أرسكم ما هو تطبيقي لكي ترى بعينكم وما بقى ولو دبا ما يتقال بقى غير واحد اللايك نزلون تحت وعملوها ما تنسوهاش بالنسبة للإخوة اللي نساوها وشكرا لكم بزاف بزاف ولي خاطيكم عليها خليوا لي التعاليق لتحت قلوا لي كيف أشجكم هاد الفيديو واش فهمتم زيان أو لا ما فهمتوش وبسلام عليكم في فيديو آخر ان شاء الله بحول